هذا وتوقفت حركة الصيد بميناء البرولوس والبحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ لعدم استقرار الأحوال الجوية التي تسببت في ارتفاع الأمواج عن معدلتها الطبعية وهطول الأمطار بصورة متقطعة ما بين متوسطة لغزيرة كانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة قد تلقت إشارة من ميناء البرولوس بتوقف حركة الصيد اتداء من اليوم نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج عن معدلتها الطبعية اشتركوا في القناة